موسيقى نشرة للانباء من الميادين وتتابعون فيها موسيقى سلطات الاحتلال تستبدل البوابات الالكترونية بكاميرات دكية عند الاقصى والشرطة تقمع الفلسطينيين الرافضين للاجراءات الجديدة موسيقى مصادر ميدانية تؤكد للميادين ان الجيش اللبناني وقوات المقاومة باتوا قاب قوسين من تحقيق النصر موسيقى شهداء بانفجار سيارة مفخخة عند حاجز تفتيش قرب مدينة العريش شمال سيناء موسيقى اهلا بكم رفض اهالي القدس الدخول لصلاة الفجر من تحت الكاميرات التي استحدثت عند بوابات الاقصى سلطات الاحتلال كانت قد فككت البوابات الالكترونية واستبدلتها بكاميرات دكية وفق مقرارات المجلس الوزري المصغر هذا وقت حمت قوات معززة من الشرطة وتواقم هندسية من بلدية القدس محيط باب الاصباط حيث تم تركيب منصات جديدة لكاميرات متطورة في باب الاصباط وباب المغاربة كما قامت طواقم البلدية بقص الاشجار في المكان اشتركوا في القناة الجديدة تجمهروا في المكان فقامت شرطة الاحتلال باطلاق قنابل الصوت باتجاههم كما منعت المصويرين والطواقم التلفزيونية من التصوير مراسلة الميادين افادت بان مساجد القدس دعت المقدسيين للتوجه الى باب الاصباط للدفاع عن الاقصى ورفضا لفرض الكاميرات الذكية كوضع نهائي مبعوث الامم المتحدة الى الشرق الاوسط نيكولايم لادينوف حذر من ان استمرار ازمة المسجد الاقصى يمكن ان يكون لها نتائج كارثية تتجاوز جدران المدينة القديمة جاء ذلك عقب جلسة طارئة لمجلس الامن الدولي عقدت خشية خروج الامور عن السيطرة نزار عبود حملت فرنسا والسويد ومصر مخاوف العالم الى مجلس الامن الدولي طالبة مناقشة طارئة لما يجري من اعتداءات وتوتر في مدينة القدس والاراضي المحتلة وشددت هذه الدول على ابقاء وضع الاماكن المقدسة على حالها بانتظار الحل النهائي نحذر من ان اي محاولة لاثارة التوتر حول الحرم الشريف من شأنها ان تزيد التوتر وتهدد استقرار الوضع في اسرائيل والاراضي الفلسطينية لذلك فان معالجة القضايا الامنية حول الحرم الشريف تقضي اجراء مشاورات بين اسرائيل والاردن وسلطة الفلسطينية لكن المندوب الاسرائيلي دان دانون استبق الاجتماع ونقل صورة يتهم فيها الشعب الفلسطيني بممارسة ارهاب لا يختلف عن ذاك الذي شهدته عواصم غربية ورد عليه مندوب فلسطين بان الاحتلال هو ابشع اشكال الارهاب محذرا من اي تغيير يتم في وضع الحرم لن يتسامح الشعب الفلسطيني فيه على كافة الاجراءات التي وضعت من قبل سلطة الاحتلال في وجه المصلين لمنعهم من الوصول الى المسجد الاقصى ان تزاح وان تزاح فورا بما فيها البوابات الالكترونية والكاميرات بعد الجلسة عاد المبعوث الدولي نيكولاي ملادينوف الى فلسطين ناقلا رسالة تهدئة ملادينوف لم يغير عادته بوصف العنف الفلسطيني وحده ارهابا مدانا ويعز استشهاد الفلسطينيين الى تصادمهم مع رجال الامن طلطت من الدول الاعضاء في مجلس الامن ان يدينوا في بياناتهم كل العنف الذي وقع في الايام القليلة الماضية شاهدنا فلسطينيين يختلون في اشتباكات مع قوات الامن الاسرائيلية وعائلة اسرائيلية تذوح في عملية ارهابية في مستوطنة وشدد ملادينوف على ضرورة ايجاد حل للازمة قبل صلاة الجمعة المقبلة كي لا تتصاعد الاشتباكات وتخرج الامور عن السيطرة على مختلف ميولهم وانتماءاتهم يخشى اعضاء مجلس الامن الدولي ان ينتقل النزاع من فلسطين المحتلة ومن الحرم القدسي الشريف الى مختلف انحاء العالم لا سيما وقد تحول الى صراع ديني نزار عبود الامم الانتحدة نيويورك الميادين في صياق اخر ذكر مصدر حكومي اردني ان عمان سمحت للدبلوماسي الاسرائيلي الذي قتل اردنيين بالمغادرة الى اسرائيل بعد استجوابه والتوصل مع حكومته الى تفاهمات حول الاقصى وبحسب بيان رسمي فقد حض العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني رئيس الوزراء الاسرائيلي على الغاء الاجراءات الامنية الاخيرة في الحرم القدسي وازالة اسباب الازمة المستمرة في المسجد الاقصى في غضون ذلك طالب والد الشهيد زكريا الجواودة بتحقيق رسمي في القضية واضف ان ابنه كان يعمل في معرض للمفروشات وذهب الى السفارة لتوصيل احدى الطلبيات الى شقة موظف في السفارة بطالب انه يكون الامر كله يتو عن طريق الدولة نعرف التحقيق شو اللي صار وشو اللي ادل لقتل ابني في امتالية اذا كان قتل في امتالية غدر او كان اي اي امر كان فانا بطالب جلالة سيدنا انه ينظر الي بعين الاعتبار ويعتبروا ابن الى ودلني على كل اللي صارف عبني افادت مصادر ميدانية للميادين بان الجيش اللبناني وقوات المقاومة باتوا قاب قوسين من تحقيق الانتصار على تكفيري جبهة النصرى وكانت قيادة عمليات المقاومة قد اكدت ان المعركة في جرود عرسال شارفت على نهايتها ودعت من طبقا من مسلحين نصرى الى حكم دمائهم بالقاء سلاحهم وتسليم انفسهم مع ضمان سلامتهم موسيقى موسيقى و ממ�يه لشهداء المؤسسة العسكرية وتحمل الراية صور شهداء الجيش اللبناني الذين ذبحتهم جبهة النصرى قبل ثلاثة أعوام وهم علي السيد محمد حميا علي البزال وعباس مدلج لمعركة جرود عرسال بعد استراتيجي نقلمي في الصراع الشامل بالمنطقة في مواجهة إسرائيل والتحالف الغربي الخالجي العربي بقيادة الولايات المتحدة حسن عبدالله إضافة إلى الأهداف المحلية بالتفجير والابتزاز التي كلفت بها تنظيمات الإرهابية في جرود القرى اللبنانية رسم الممولون والمخططون لها وعلى رأسهم إسرائيل أهدافا إقليمية ترتبط بأجنداتهم في المنطقة ولسيما تلك الاستراتيجية الطامحة إلى محاصرة وشل المقاومة في لبنان أملا بالإجهاز عليها لاحق انطلاقا من هذه الرؤية يمكن استنتاج أن معركة الجرود تتجاوز الساحة المحلية لتتصل بصراع الشامل في المنطقة من سوريا إلى العراق واليمن وجبهات المواجهة الأخرى باتت أصداء نجاحات قوات المقاومة في جرود أرسال بالسرعة والنوعية والتقنية التي ميزتها تقلق القيادة الإسرائيلية في المقام الأول ومعها الخاضنة الخليجية العربية والغربية لجبهة النصرى وتنظيمات المشابهة لها السبب الأول لثقل وقع المعركة على الأطراف المشار إليها ينشأ من ارتباط أهدافها استراتيجيا بمعارك أطراف جبهة المقاومة للمشروع الإسرائيلي الأمريكي الخليجي في سوريا والعراق إلى اليمن حيث الخصم نفسه والخطر نفسه والأدوات نفسها السبب الثاني هو أن اقتلاع البؤر الإرهابية من الحدود اللبنانية يحمل مقاومة ويحررها من الاستنزاف ومن أعباء عسكرية ولوجستية مهمة ما يفقد إسرائيل ورقة كانت تعول عليها لإنهاء المقاومة حزب الله وفي طريقه لطرد النصرى وغيرها من تنظيمات إرهابية بدأ يقلق مخططي سياسة الحصار والعقوبات والملاحقات ضده حزب تتعظم قوته وكفاءته وتجربته يتطور تصعديا منذ انتصار عام 2006 ليحتل موقعا إقليميا فاعلا في الصراع الإقليمي والدولي حول مستقبل وهوية المنطقة من لبنان إلى الجبهات العربية حيث تقتضي الحاجة كما كان أعلن أمينه العام السيد حسن نصر الله قبل خمس سنوات هذا واحتلت التغريدات الدعمة للمقاومة والجيش اللبناني صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسوم متنوعة بيسان طرف أهلا بكم حركت معركة تحرير جرود عرسال بما حققته من انتصارات حتى الآن مواقع التواصل الاجتماعي تضامن مع المقاومة والجيش وأمال ببلوغ نصر كبير هاشتاك غرد للجيش والمقاومة تصدر للترند الأكثر تداول عبر تويتر الممثلار الأحمد غردت تحت هذا الهاشتاك بقولها تموز شهر البطولات والكرامة المستعدة قلوبنا وصلواتنا معكم عودوا إلينا سالمين منتصرين المخرج اللبناني ناصر فقيه غرد من جهته قريبا جرود عرسال رح تزهر ورد وكل ورد حمره رح تخبر الشمس عن الدم الغالي يلي ارتوت منها لتعيش وراسها مرفوع وكرت الصبحة في المواقف الدعمة للمقاومة والجيش تحت هذا الهاشتاك الفنان جاد أبو كرم الشهيد لا طائفة له الشهادة طائفة بحد ذاتها الممثل يوسف الخال من جهده غرد جيش مقاوم ومقاومة جيش وغرد الشاعر نزار فرانسيس في بلاد رجال عجزت أرحام نساء الأرض أن تلد مثلهم وردت عليه الممثلة السورية شكران مرتجة بتغريدة لافتة وفي بلادي أمثالهم في إشارة طبعا إلى تعاون رجال المقاومة والجيش السوري فيما غردت إحدى اللبنانيات مع صورة السيدة مريم العذراء رويتم أرض الوطن بدمائكم الطاهرة فليس لنا سوى الدعاء لكم لعذرة تحميكم واتبقوا سالمين إلى ذلك تصدرت الجملة العفوية التي قالتها زميلة علمالله من القلب أثناء بث مشاهد رفع المقاومة رايتها على إحدى مرتفعات جرود عرسال دخيل ألبون مع خصتها تصدرت لكرامب الثاني على تويتر من بين هذه التغريدات تغريدة زينة بعواضة ترافقت مع صورة الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله تحت هذا الهاشتاغ دخيل ألبون وألبك وروحك ونصرك ووعدك الصادق دوما وغرد أحد اللبنانيين بالقول أنا لبناني أولاً مسيحي ماروني ثانياً زحلوي ثالثاً مع جيشي ومع أبناء بلد المقاومين ضد العدو أولاً وآخراً وأخيراً وفي تغريدة أخرى هاشتاغ دخيل ألبون رفعين راسنا فيهن وحامين وطننا الله يحميهن ويحميلنا السيد حسن نصر الله هاشتاغ دخيل ألبو ومن بين التغريدات أيضاً تاجوا رؤوسنا أنتم طبعاً تحت هاشتاغ دخيل ألبون وفي تغريدة أخرى في بلادنا رجال تزلزل الأرض تحت أقدامهم ويرتعد العالم كله عند ذكرهم هاشتاغ دخيل ألبون في النشرة ولكن بعد الفاصل الواحدة تلو الآخر آل ترامب يمثلون أمام الكونغرس أهلاً بكم من جديد استشهد سبعة أشخاص شمال سيناء في انفجار سيارة مفخخة عند حاجز تفتيش قرب مدينة العريش بيان القوات المسلحة المصرية أوضح أن إرهابيين وصلوا إلى نقطة التفتيش في سيارة جيب وأرادوا تفجيرها وسط الناس لكن العسكريين منعوا عبور السيارة وتم قطع الطريق على الإرهابيين بدبابة تابعة للجيش حيث تبادل العسكريون إطلاق النار مع المسلحين الذين فجروا السيارة أمام الدباب أعلنت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر إضافة تسعة كيانات وتسعة أفراد إلى قوائم الإرهاب القائمة تتضمن ثلاث مؤسسات خيرية يمنية ومجلس شورى ثوار بن غازي الليبي إضافة إلى خمس مؤسسات ليبية أخرى كما تتضمن أسماء أشخاص من جنسيات قطرية وكويتية ويمنية وليبية الدول الأربع قالت أن الخطوة العملية المرتقبة هي أن تتخذت سلطات القطرية الخطوات القانونية والعملية في ملاحقة الأفراد والكيانات الإرهابية والمتطرفة ولا سيما الوردة في هذه القائمة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان رأى أن حل الأزمة الخليجية يتطلب وقتا ولدى عودته إلى أنقرة من جولة خليجية شملت السعودية قطر والكويت أشار إلى أن جهوده واتصالاته ساهمت في تهديئة التوتر بين الدوحة والدول العربية المقاطعة لها أبدوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف استعداد بلاده للمساعدة في حل أزمة قطر مع جيرانها إذا ارتأى الأطراف الوسطى أن مثل هذه المساعدة ضرورية وفي مقابلة تلفزيونية قال لافروف إن موسكو ستدعم كل ما يحول دون أن تتحول منطقة ذات أهمية في العالم إلى بؤرة ذات أزمة مزمنة نحن ندعم جهود الوساطة التي يبذلها أمير الكويت وإذا ارتأت جميع الأطراف أن روسيا يمكن أن تؤدي دورا مفيدا ضمن الجهد الكويتي أو بالإضافة إليه فسنكون على استعداد لتلبية مثل هذه الطلبات بلغ عدد الوفيات بوباء الكوليرا في اليمن ألفا وثمانمائة وأربعة وستين شخصا وفق ما أعلنت منظمة الصحة العالمية ووفق المنظمة فإن عدد الإصابات يقترب من الأربعمائة ألف وذلك منذ بدء انتشار المرض في أواخر نيسان إيبريل الماضي حصار التحالف السعودي المتواصل ألقى بمآسيه وأوجعه أيضا على مرضى التلسيميا ما أدى إلى وفاة كثير من الحالات التي تعيش في مناطق المواجهات والقصف أحمد زبيبا لم تستطع هذه الأم اليمنية منع عينيها من أن تذرف الدموع وهي تبكي حال أطفالها الأربع المصابين بمرض التلسيميا أو المعروف بمرض تكسر الدم الوراثي حيث يصاب أطفالها بمضاعفات مستمرة نتيجة عدم قدرتها على نقلهم إلى المستشفيات بشكل دائم وتحمل تكاليف العلاج مع الفقر والحاجة نتيجة الوضع الاقتصادي وتوقف الرواتب نتيجة الحرب معهم العلاج يعني يكون تماء يكون مهدئ لهم تماء ذا ما حصل وشال إليه يكون فيهم ألم قوي يعني ما يقدرش تحمل الألم طول الليل كن فيه ألم فيه ظهره ألم فيه بطمه ألم كل جزء لدي أجسمه والأزمة هذه اللي احنا فيها وانقطاع المرتبات ما عند قدرناش نواصل نجي ونواصل لأنه تحكم علينا المادة في الأول والأخير نحن مرضى مش معناتا أنه حكم علينا بعدها خلاص انتظروا للموت قرابة سبعة آلاف حالة مصابة بمرض التلاسيمية تصل إلى مركز علاج مرضى التلاسيمية في صنعاء والحديدة فقط وجميعها تحتاج إلى نقل الدم بشكل متواصل 130 حالة وفاة حتى الآن نتيجة نقص الأدوية والمحاليل المخبرية في ظل استمرار الحرب بلغ عدد المرضى حاليا في مركز رعاية المرضى التلاسيمية في صنعاء 4350 مريضا ومريضة وفي فرع الحديدة 2515 مريض ومريضة إضافة إلى عدد كبير من المرضى الذين لم يستطيعوا الوصول إلى مركز رعاية المرضى وإلى الجمعية يعانون بصمت في المناطق النائية الحرب السعودية ومآسيها المتواصلة حكمت على هؤلاء المرضى بالموت في حين لم تتوجه أنظار المنظمات الدولية والإنسانية إلى معاناتهم المستمرة والتي تتفاقم يوما بعد يوم يجد المئات من الأطفال المصابين بمرضى الثلاسيمية في المحافظات المشتعلة بالمواجهات صعوبة كبيرة في الوصول إلى هذا المركز في صنعاء للعلاج ولسيما مع الدمار الذي طال المرافق الصحية في مناطقهم ما يعرضهم للموت المحقق مع استمرار الحرب أحمد محمد زبيب صنعاء الميادين يمثل دونالد ترامب ألبن ومدير الحملة الرئاسية السابق بول مانافورت أمام لجنة العدل في الكونغرس الأمريكي غدا للإدلاء بشهادتيهما بشأن الاتصال بشخصيات روسية إبان الحملة الانتخابية صهر ترامب ومستشاره كان قد مثل أمس أمام لجنة نفسها حيث أكد أنه لم يتآمر مع الروس دعوني أوضح أمرا أنا لم أتآمر مع روسيا ولا أحد من أعضاء الحملة الانتخابية فعلى ذلك وليس لدي اتصالات مشبوهة ولم اعتمد في تمويل أعمالي على الروس كما كنت شفافا للغاية في تقديم كل المعلومات المطلوبة رسالة دونالد ترامب كانت الأفضل وحملته كانت الأفضل لذلك فاز في الانتخابات ولان إلى جولة الصحف والزميلة فاطمة قاسم إليك فاطمة شكرا أهلا بكم مجددا إلى هذه الجولة سنبدأها من لبنان مع صحيفة البناء موسكو التهدئة إلى إدلب تمهد لإنهاء داعش وفشل أمريكي بحل وسط للقدس المقاومة تنهي البعدة العسكرية لحرب الجرد إلى مصير العسكريين والمتابعة الأمنية الحريري وترامب أولويتان مختلفتان للتطبيع والمواجهة الأسد أم حزب الله مبعوث ترامب في فلسطين المحتلة محاولة حل الملك الأردني يحض نتنياهو على إلغاء الإجراءات في الحرم القدسي وفي الصحيفة اللبنانية الأردنيون يطالبون بطرد السفير الصهيوني الحكيم يغادر المجلس الأعلى ويؤسس تيارا جديدا وفي صحيفة الرأي الأردنية رفض مقدسي متواصل للبوابات الإلكترونية الملك يشدد على حل فوري وإزالة أسباب الأزمة المستمرة في الحرم القدسي جلالته يبحث في اتصال هاتفي مع نتنياهو وأردغان الأزمة في الأقصى وعنونت الرأي مصدر عسكري المدان معارك لم يكن في حالة دفاع عن النفس الأمن ينهي التحقيق بقضية السفارة الإسرائيلية ويحيلها للقضاء وننتقل إلى صحيفة الحياة جاء في أبرز عنوينها مراكز تفتيش ومراقبة روسية في سوريا قوة للإشراف على هدنتي الجنوب والجولان ومشاورات لخفض التوتر في إدلب حزب الله يصر على استسلام مسلحي جبهة النصرة سجال لبناني على دوره في سوريا ومعارك إرسال الحياة تعنونت اقتراح إسرائيلي لإنهاء أزمة البوابات الإلكترونية جرنبلات في القدس ومجلس الأمن يجتمع مجددا ومساعي لاحتواء أزمة السفارة في الأردن فرنسا لا تعترف بحفتر قائدا للجيش السراج يلتقيه بصفة شخصية لمحادثات استكشافية روسيا تعرض وساطة إذا طلبت منها أردغان ينهي جولته الخليجية من دون بيان وإلى قطر مع صحيفة الوطن صاحب السمو أردغان يبحثان الأزمة مناقشة جهود مكافحة الإرهاب وتطرف للعمل على الحد من هذه الآفة استعراض الجهود المبدولة لاحتوائها وحلها بالحوار والطرق الدبلوماسية بحث العلاقات الاستراتيجية وتطويرها في المجالات الدفاعية والاقتصادية وإلى النهار الكويتية التي جاء في أبرز عنوينها قطر وتركيا تثميناني مساعي الكويت لحل الأزمة الخليجية المقدسيون صمود الحد الأقصى ونختم بأبرز ما عنونته الصباح الجديد العراقية قادة الكتل يقاررون إعادة مرشحي مجلس الخدمة إلى الحكومة بسبب عدم تبعيتهم للأحزاب اللجنة القانونية الإجراء يخالف النظام الداخلية لمجلس النواب الصدر يؤكد على الالتزام بدستورية قانون حرية الرأي والتعبير وفي الصباح الجديد القطاعات العسكرية بامتظار ساعة الصفر لاقتحام قضاء تلعفر لتحريره من زمري داعش بهذا العنوان نأتي إلى ختام الجولة وعودة إلى عبد الرحمن شكرا لك فاطمة يعطيك العافية ومن عنوين الصحف إلى عنوين النشرة سلطات الاحتلال تستبدل البوابات الإلكترونية بكاميرات ذكية عند الأقصى والشرطة تقمع الفلسطينيين الرافضين للإجراءات الجديدة مصادر ميدانية تؤكد للميادين أن الجيش اللبناني وقوات المقاومة باتوا قاب قوسين من تحقيق النصر شهداء بانفجار سيارة مفخخة عند حاجز تفتيش قرب مدينة العريش شمال سينا للمزيد من الأخبار زروا موقع الميادين على الانترنت الميادين.net ولمتابعينا باللغة الإسبانية اسبانول.الميادين.net إلى اللقاء